في تطور بارز في لبنان بري يفتح النار على عون وصهره جبران باسيل ويكشف مسؤوليتهما عن انهيار البلاد اقتصاديا وسياسيا اليوم مطلوب مني أن أكلف ثم أشارك في التأليف عملا بأحكام الدستور فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامل الفساد واطلاق ورشة الاصلاح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بالريشن حملة عنيفة على ميشيل عون عقب إصداره بيانا رافضا لمبادرته الحاصلة على دعم دوليا واستحسان من ميليشيا حزب الله إضافة إلى قبول كامل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعدها التفافا على الدستور لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم لهجة حادة تبعها بالريف الرد على بيان عون كاشفا أن عون وصهره باسيل هما من يفشلان تشكيل الحكومة الجديدة معتبرا أن تكليف رئيس الحكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية وهو متعلق بقرار النواب أي السلطة التشريعية متوجها إلى عون بالقول كل شيء في لبنان معطل والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد سعد الحريري رئيسا للحكومة من براسن المصالح الفئوية والشخصية والسلطوية بالتزامن مع هذه التطورات لا يزال اللبنانيون يعانون من أزمات المحروقات وشح في مادة الطحين والأدوية وكافة السلع الأساسية ناهيك عن الانهيار الاقتصادي وهو ما أجج حالة الغضب في نفوس المدنيين الذين عادوا إلى الشارع وانطلقت الاحتجاجات بحدة في بيروت والبقاع وصيدا مع رفع سخفها إلى المطالبة برحيل السلطة الحاكمة في لبنان فورا في خضم تلك المسجدات يأتي تصريح جديد لوزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زين عكر خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الدوحة تحذر فيه من أن بلدها يواجه خطرا غير مسبوق يهدد وجوده وكيانه وهو مقبل على انهيار شامل لا يوجد دواء لبنان لا يوجد لبنان يهدد اشتركوا في القناة